تابعة من البحث في العملة ومشروعها قبل الإدراج هذه الحلقة مقدمة من قناة كريبتوب الحسانية على اليوتيوب الحلقة السابقة تحددنا عن طرقة التي تدخل بها العملة إلى السوق وذكرنا ست طرق تقريبا ممكن أن نشاهد من خلالها العملة تدخل إلى السوق سوق العملة الرقمية مثل كما قلنا التعدين، ستيكينج، آيدروب، والآي سي أو، والآي دي أو، والآي أو الآن بعد أن تم إدراج العملة في دخلت العملة السوق والآن نريد أن نشتري هذه العملة لكن يجب أولا أن نبحث في العملة عن مشروعها قبل الدخول فيها أول شيء العملة اسمها ورمزها أهم شيء ننظر إلى العملة اسمها ورمزها وبعد ذلك العقد طبعا العملة اسمها ورمزها وكذلك نوع العملة هل هي عملة مشروع هل هي عملة مشروع نفتي هل هي عملة مشروع مثلًا ديفاي هل هي عملة مشروع بلوكشين تعالج مشكلة في البلوكشين يعني لازم نعرف على مشكلة العملة ماذا جاءت تريد أن تفعل ما هو نقول مثلا المشكلة التي جاءت العملة يعني تحاول أن تحله المشكلة التي جاءت العملة هي تحله ونوعية العملة أيضا كما قلنا لكم هناك عدة أنواع من العملات تنزل في السوق ما يعني أن هناك يعني حسب العملة ومشروعها ممكن أن ننظر هل هي يعني صالحة لاستثمار أو صالحة فقط للمضاربة سريعة أو الدخول وأخذ أرباح والخروج بعد ذلك عندنا البحث في العقد العملة عندنا KYC في العملة وعند الأوديت يعني ننظر في العملة وننظر أهلية KYC Audit هو نوعين من أنواع البحث في يعني التحقق من العملة من عقدها عندنا هذا الموقع اسمه Token Snaver هذا الموقع نستخدمه من أجل أن ننظر في عقد العملة هل هو يعني قابل للبيع قابل للشراء هل مثلا مالك العملة هل مالك العملة لديهم أقل من 5% من من مجموع من Total Supply معناها من المجموع العملة الإجمالي معناها المعروض من العملة ما سيتم طرحون من العملة الإجمالي ما سيتم طرحون من العملة الإجمالي هذه الأشياء تساعدنا كثيرا لنتحقق من عقد العملة هل هو يعني صالح يعني الاستعمار أو نعم هذا هو Token Snaver هذا هو Token Snaver نجد التحقق من أي عقد العملة يجب أن نأتي هنا وننظر هل هذا العقد العملة الصالح للبيع والشراء أم لا مثلا نذهب لكم ماركت كاب نأخذ مثلا أي عقد العملة نأتي مثلا إلى هنا هذه العملة عملة BNS Token لا نظر العملة أخرى مثلا مثلا عملة نقل مثلا عملة SNFTS مثلا هذه عملة SNFTS هذه عملة SNFTS مثلا 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 العقد العملة هنا نضغط على كوبيا نذهب لتوكن سنايفر نأتي هنا ونقل كل برشارس خرجنا العملة أضغط عليه سنشاهد معقد هذه العملة ننظر إلى عقد العملة هذه العملة الآن بنسبة 50% يعني تحقق منها 50% لأنها عملة جديدة طبعا قبل أيام كان 10% والسبب شنو السبب دائما أن العملة ما زالت جديدة نعمت يعني هذا يتغير مع الوقت لكن هذه العملة أنا أعرفها ما سننظر إليه الآن هذه صح صح تشاهدون تشاهدون هذه الآن المعنى قبل البيع سوف نحاول أن نترجم إلى العربية أولا هذا تعتبر درجة 50% بقياس لمدة استفاء العقد المميز والخصائص لمعايير السلامة قد لا تكون نتائج قابل التطبيق إذا كان الرمز المميز في مرحلة قبل البيع يعني هو في مرحلة يعني كان في مرحلة الايدروب ومازال ما فات استوفاء جميع الشروط لكن ما يهم هنا هو تحليل المبادلة ننظر إليه الرمز المميز قبل البيع صح إذن هذا جيد رسوم الشراء أقل من 5% إذا كانت رسم الشراء أكثر من 5% ورسم البيع أكثر من 800 اللي هي تكون جيدة المنسبة لعقد العملاء تحليل العقد مصدر العقد تم التحكم Uno الملكية التي تم التنازل عنها والمصدر لا يهتيو على عقد مالكة صح خالق غير مخول الحصول على إذني خاص الخالق ما عنده غير مخول الحصول على إذن خاص ما عنده إذن خاص نجي يقيرة بالعقد تحليل nichامل الرموز المقبلة 94% جيد يعني هو لازم تكون فيه رموز المقبلة لهذا الشيء جيد على الأقل 5% من المعروض من التوكونات المتداولة يعني تحتوي المحفظة على أقل 5% يعني محفظة الكرياتير الذي إنشاء العقد لازم تكون محفظته تحتوي على أقل 5% من المعروض هذا جيد لأنه إذا كانت تحتوي لأكثر هذا غير جيد لأنه ممكن أن يبيع ويسقط سعر العملة يمثلك جميع الحائزين على الآخرين أقل من 5% من المعروض من التوكونات المتداولة معناها ما في أي شخص عنده أكثر من 5% وهذا جيد حتى لا يعني يلتف أحد من المالكين العملة على العملة ويمكن يكون يتحكم فيها تحليل سيولة السيولة الحالية يعني كافية البنك سواب عنده 10 باصل 15 مليون وعنده هنا 45 مليون وهون كاثبين مليار مليار دولار أعتقد أنه ترجع منه فقط 45 هنا عندك 12 باصل 40 USDT عندكم هون سيولة أولية كافية من عندنا صفر باصل هاي غير كافية السبب شن هو السبب أن العملة هنا ما زالت في مرحلة مرحلة جمع السيولة ما لا يقل عن 95% من السيولة المحترقة يعني لم يتم حرق العملة لكن السيطة يتم حرقوها والأهم دائما في العقد دائما ننظر هاي الشرط الأولية هذه التحققات جيد هاي شرته هذي الرمز ميز قبل البيع ورسم الشرعة ورسم البيع ومصدر التحقق من الرمز وأهم أيضا شيء هو على الأقل 5% من معروض من توكنات يكون الكرياتير اللي هو الخرق لهذا العقد لا يحتوي محفظة طويلة لا تحتوي أكثر من 5% هذا الشيء جيد ننظر مثلا إلى عقدة أخر مثلا نعرف عملات محتلة مثلا مثلا نسمى هذه عملة أخرى مثلا نكتب مثلا عملة أخرى مثلا على شب المثل jump jump in هاي العملة هاي العملة الآن هاي العملة محتلة هاي jump in سنذهب العقدة نضع copy ونذهب إلى token snafer نضع عنها عنها نجربها من قبل نعلم بأنها محتلة ننظر ماذا يقول لنا token snafer قال لنا نسبة 15 مئة أول حاجة عندنا token is acceptable هذه أخطر شيء أنه لا يمكن لا يمكن بيع العقدة عندما نشاهد هذه نخرج مباشرة من العملة لا نكمل فيها الرمز المميز قابل لبيع ليس في هذا الوقت خطأ يعني غير قابل لبيع الآن ممكن أن تشتري لكن لا يمكن أن تبيع وهذا هو أخطر شيء حتى إذا كان كله صح 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 لا يهم المهم عن هذه غير قابل لبيع يعني إذا اشتريت هذه العملة لا تمكن أن تبيعها وهذه مشكلة كبيرة فهمت إذن أنت مادم وجدت أنك الآن لا يمكن أن تبيعها يعني هي الآن عملة مزيفة ننتهي منها حتى وأنها مدرجة على أكوين ماركت كاب وهناك من يشتريها لكن هذا اللي يشتريها دائما يمكن أن يعني نقوله عنهم يعملنا بمب للعملة من أجل الناس تدخلها ويعني يسرقون نقودهم يعني هذه لا يهم انظروا الآن هي بمب لكن الناس تشتري لك لا يمكن أن تبيع لا أحد يمكن أن يبيع الذي دخل هنا انتهى أمره بمته إذن إذا وجدنا أن العملة لا يمكن بيعها يعني 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 معناها تحذير من كوين ماركت كاب أن هذه العملة فيها مشاكل إذن هذا مثالي توكن سنيفر هذا يساعدنا جدا للتأكد من العقد إذن بعد أن تأكدنا من العقد ماذا سنفعل اكتشفنا العقد جيد أم ليس جيد إذا كان ليس جيد في البداية يعني لا يمكن بيعه ولا يمكن شراءه قصدي لا يمكن بيعه هذا خطأ هنا خطأ يعني يجب أن هذه غير صالح للسلماء حتى لو وجدنا هذه معها لو وجدنا هذه الصح ولو وجدنا هذه أيضا هنا غير صحيحة مثلا عندها أخطأ يعني سنشاهد مثلا نذهب لتجربة أخرى مثلا نذهب لبينكسل بينك بينكسل 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 عندي كثير من العملات سنذهب الآن إلى بينكسل لنشاهد لعملة أخرى سنذهب نذهب من هنا كما رأينا في المرة السابقة نذهب إلى list نذهب إلى list نذهب إلى list ها هي list هؤلاء عملات الآن تطرح ننظر إلى إحدا هنا مثلا هذه سل سل لايف معنى هذه الآن يدهم اسمها بوليغون سيتي سوفنا ننظر إلى عقدها هذا هو يعني يستوى في شروط ندخل هنا نأخذ عقد العملة نأخذ عقد العملة Pricel Address Token Address ها هو Token Address Token Address نأخذ Copy لهذا العقد ضغط 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 ها هي تم copy ننظر إلى Token Snaver ننظر إلى هذا العقد هؤلاء هو استوى في شروط ها هي العملة PCT PCT نفسها نسبة نفسها PCT ضغطا عليه ها هي PCT PCT انت ما تنظر هنا تشاهد معلمات عن العملة وهذا يعني Twitter Telegram Twitter Facebook موقع العملة يعني جميع معلمات العملة على social media عندما ننظر إلى هذه العملة مثلا ماذا نجد آه هذه عندها وضوقة الآن 0100 لأنها جديدة طبعا لكن في نفس الوقت سننظر إلى هنا أشياء غير جيدة في العملة دعنا نترجم أول شيء مصدر عقد تم التحق منهم جيد لا يحتوي المصدر على عقد متوقف مؤقتا هذه المشكلة تنازل على ملكية أو عدم احتواء المصدر على العقد المالكي هذه المشكلة أخرى يعني لا يوجد تنازل من مالكي العملة عن يعني يحتوي العقد على وظائف الملكية ولا يتم التخلي على الملكية مما قد يسمحه للمشيئ أول ملكي الحالي بتعديل سلوك العقد هذا الخطأ belght شيء غير جيد في هذه العملة لأنه مالك العملة الآن يمكن أن يغيرها العملة. فمت؟ ما دائما يمكن أن يغير فيها يعني ممكن أن يبيعها ممكن يشتري ممكن أن يزيد فيها. ما لا ماكسي برايم ممكن أي شيء يغير فيها وهذا غير جيد للعملة. من الأحسن أن لا يكون فيها ممكن للمالك أن يغير فيها شيء. تحتوي محفظة المالك المشي على أقل من 5. هذا جيد لكن مشكلة هنا أخرى يمتلك جميع الحائزين الآخرين أقل من 5% معروف. لا. يعني هناك أكثر من واحد يملك أكثر من 5% وهذا الشيء غير جيد. لأنه عندما يكون أكثر من 500 يعني هنا لا يوجد يعني التكافى للمستثمارين. يعني ذي هو أشخاص يملكون أكثر نسبة يعني 10-120 أو 30 وهذا ممكن أن يتحكمون في العملة ويبيعون ويسقطون الساعة المالة. آخر حاجة لم يتم العثور على مجمع السيولة. يعني ما في سوية حتى الآن وهذا يعني يمكن أن يكون مقبول لأن العملة ما زالت معرضها لبيع. لكن هذه المشكلة هنا في هذه العملة يمكن لا ندخلها. خاصة أن هنا في توقنات متداولة أكثر من شخص يملك أكثر من 500 تنازع الملكية. ما فيه يعني عرض المالكة. انظر إلى المالكة من هو المالكة هذه العملة. نضع إلى عرض المالك. نذهب إلى هنا. ماتيك. عرض المالك. ننظر إلى هذه المالكة. المالكة هو. يعني الآن يحوي 2 ماتيك. 100 ماتيك. 90 ماتيك. أوت. يعني يبيع هنا. إن يدخل. يعني يشراء. هذا هو المالك محفظته. تحتوي على الماتيك. هذا هو محفظة المالك. يعني شاهدناها الآن. 100 ماتيك. عندك كثير من التحويلات. العملة الماتيك. يعني عندما تريد أن تشاهد المالكة لهذه العملة. هو الآن يعرضه لك المالك إذا كنت تريده. وهذا المالك قال لك أنه غير متنازل عن عقد هذه العملة. إذن هاي مشكلة أخرى. إذن كان هذا هو Token Snaver. يعني Token Snaver يساعدنا جدا للتأكد من العقد. أنه جيد. لأن نذهب إلى فريق العملة. فريق العملة أيضا. يجب أن نبحث في فريق العملة. هل هو يحتوي على مثل مطورين. هل يحتوي على مطورين. يعني مشهورين في عالم العملات الرقمية. وننظر أيضا إلى الويتس بيبر. الويتس بيبر. ماذا ننظر في الويتس بيبر؟ ننظر إلى Tokenomies. معناها توزيع العملة. يعني نسل التوزيع العملة. الراند ماب. يعني خريطة الطريق العملة. السوليشن. اللي هو السوليشن معناها ماذا جاءت العملة كي تحول. ثم ننظر إلى أخبار العملة. في تويتر وفي كوين ماركت كاب. كوين يكون. إذن سنذهب الآن إلى أي عملة.